اشتركوا في القناة والادعية اليومية خاصة دعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله ان تأخذ الادوات المطلوبة فاذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت انك نسيت جميع ما ذكرت فلا تقلق هذا شيء طبيعي والذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة اليها فانت لا تستطيع ان تسرد اسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة لكن بامكانك ان تذكر احدهم بمجرد رؤيته وهكذا المعلومة فغالبا تذكرها عند رؤية سؤال ليس للاختبارات ادعية محددة لكن هناك ادعية تناسبها مثل رب شرح لي صدري ويسر لي امري اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم اهدني وسددني يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين واحذر الغشة فانه مضر بالدنيا والدين وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة اجاباتك واشتغل بامتحان اليوم التالي وان تذكرت خطأا فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة